زي ممكن الصدمات اللي بنمر فيها في الطفولة يعني تسيب جوه كل واحد فينا أثر يمتد لسنين طويلة طيب يعني إيه صدمة أو ترومة؟ الصدمة هي عراض نفسية ضر مش بيعرف الفرد المصاب بيها أنه يتكيف أو يتعامل معها وفي مشكلتين هنا مش قادل يتعامل معها فإذاً يحصل انسحاب فإحنا عرضة ليه الطرابات نفسية طيب لو تكيفت هتبقى كارثة فإن أتكيف عشان الموضوع أكبر مني فيحصل الطرابات برضو نفسية فهي أعراض نفسية ضر ما ديش هتعامل معها طيب ليها درجات والدرجات دي مهمة جدا أهم الدرجتين المعقدة والحد الحد هي الأصعب حد دي حاجات حد كان عزيزة عليك حصلوا حالة وفاة زلزال براكين المعقدة اللي بعدها بقى شوية حالة تحرش وممكن نحط الحالات اللي بعد تحرش هتكعد ممكن نحطها ضمن الحد الحالات اللي علاقة بالتنمر بأي شكل مأشكال التعنيف بأي شكل زي مثلا التعنيف الجسدي غير التعنيف المعنوي غير التعنيف اللي علاقة بالإيزاء ده مختلفين تماماً غير التعنيف الإلكتروني فالمشاعر دي أنواع الشخصيات زمان كنا بنعمل دراسة عن أنواع الشخصيات في التعامل مع الصدمات اكتشفنا أصحاب الشخصيات القوية أصحاب الشخصيات الجريئة أصحاب الشخصيات خجولة كلهم زي بعض نفس الإيكول في الآخر في تعرض الصدمات المفاجأة اللي كان بيقولها دكتور بروس اللي هو طبيب نفسي مشهور جداً إن كل ما زادت جرعات الحب مش التدليل للأهل كل ما زادت فرصة التعافي من الصدمات ولما كان كل محد ما يروح له في العادة بيقول أشتر رشدة ممكن أقدمها إزرع حب طبعاً طب لو ما جابش نتيجة أزود الجرعات عشان خاطر المنطقة الأمان الوحيدة للولد والبنت مهم صغيرين هو الأب والأم والهايبو كامس اللي راقب النموار المعرفي والنموار البدني والنموار العقلي لا ينمى إلا بالحب الحب هو الاهتمام وعدم شعور الإبني بالتهميش أو الإهمال أو ضغط النفسي للأولاد وده نتكلم فيها إيه المشاكل الكوارث اللي إحنا بنشوف إن ابني وهو صغير لا ده زال فلت أكيد مش هكري على ترومة ولا أي حاجة هدخل المراقع لأوليس صغير ومش مكتشفة إن الأعراض دي بتظهر بأشكال بتحصل لكتير جداً من أطفال وإحنا في غفل عام طيب